عند اعتاب دجلة تضرب على وجهها وتنتظر الفرج بعد غرق ابنها مع شاب آخر ونجاة ثالثة هربوا من الحر وانقطاع الكهرباء إلى الموت في دجلة اربع وعشرون ساعة مرت على غرق الشبين لا شرطة نهرية تدخلت رغم المناشدات ولا اي غواص مدني سوى غواص واحد طلب من الاهالي مليون دينار مقابل ساعة بحث واحد الغطاسين وينهم؟ أهلي الغيرة وينهم؟ يعني يرضون بهاي الحالة أمهم هيش بس صور لي أمهم شوهم نزل لي أبويا هاي الحالة يرضوها يقبلون على هاي الحالة ولدها الثانهم بالمي لا أحد يوصل لا أحد يجي دوريات تخلي وتطلع يجي مدني مدني يقول أنا غواص أخذ مليون على الساعة لك أنت عندك ضمير عندك شرف أنت ما عندك غيرة الله لا يوفقك احنا من الباح الساعة خمسة العصر والهالي ساعة الله لا نوم ولا راحة وعدنا أولادنا جو المي يجي أبو النهرية ساعة زمان نفرين ثلاثة النفر والنفرين ما يشوفوا في الشيء هذا الشرط شبير وهي العالم من البال حول اليوم يعني متأذية وعوائلهم ونائم يقسم بها عالم هنا يعني المناشد أخوية يجونا اللي يجاي يساعدوننا وغرق الشابان عند حافة دجلة بالقرب من السايلو وبمحاذاة منطقة العطيفية وبالرغم من أنها من أخطر المناطق التي ابتلعت العديد من السباحين تغيب عنها أي دوريات للشرطة النهرية من بغداد عرب القحطان الشرقي نيوز ترجمة نانسي قنقر